منظومة إنارة الشوارع الرئيسية الهاجينة هي نظام يجمع بين مصادر متجددة لتوليد الكهرباء وتوفير الإضاءة في الشوارع الرئيسية. تعتمد هذه المنظومة على استخدام توربينات الرياح لتحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية، بالإضافة إلى وحدات الطاقة الشمسية التي تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. وقبلاً أتحدث عن هذه الأنظمة أتمنى أن لا تنسوا الإعجاب ومشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس. أهلاً وسهلاً بكم متابعين الكرام. تتكون منظومة الإنارة الهاجينة من عدة أجزاء مهمة أذكر منها التالي. أولاً توربينات الرياح وتستخدم لتحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية. يتم تركيبها على عمود الإنارة والتي تعمل على توليد الكهرباء من خلال دوران شفاراتها بفعل حركة الرياح. ثانياً ألواح الطاقة الشمسية والتي تستخدم لاستخلاص طاقة من أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة كهربائية. وتتكون من خلايا شمسية تحتوي على مواد شبه مواصلة تولد طياراً كهربائياً عند تعرضها للضوء. ثالثاً نظام التحكم وهو نظام ذكي يقوم بمراقبة وتنظيم توليد الكهرباء من توربينات الرياح ووحدات الطاقة الشمسية وتوزيعها بشكل فعال لتغذية أنظمة الإضاءة أوتوماتيكياً عند غروب الشمس وشروقها. رابعاً نظام التخزين. يتم استخدام أنظمة التخزين مثل البطاريات لتخزين الكهرباء المولدة من توربينات الرياح ووحدات الطاقة الشمسية. يتم استخدام الكهرباء المخزنة في البطاريات لتشغيل الإضاءة. وتمتاز أنظمة إنارة الشوارع المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة بعدة مصادر نذكر منها ميلي. أولاً تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والمحدودة مثل الوقود الأحفوري. ثانياً تعتبر منظومة الإضاءة الهاجينة صديقة للبيئة، حيث تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة وغير الملوثة. وتساهم في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء. ثالثاً مع توفير الطاقة من مصادر مجانية ومتجددة، يمكن تقليل تكاليف التشغيل بشكل كبير على المدى الطويل. وأيضاً تقلل من تكاليف الوقود والصيانة المستمرة للأنظمة التقليدية. رابعاً يمكن توسيع منظومة الإضاءة الهاجينة بسهولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للإضاءة في المناطق الرئيسية. يمكن إضافة مزيد من توربينات الرياح ووحدات الطاقة الشمسية حسب الحاجة. خامساً تعمل المنظومة الهاجينة بشكل مستقل، مما يعني أنها قادرة على توليد الكهرباء في ظروف مختلفة. وفي الأخير متابعين الكرامة تعتبر هذه الأنظمة مستقبلاً في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. وشكراً لكم على حسن المتابعة.